يقضي علي العماد ساعات طويلة بين الأشجار ويقوم بتقطيع أخشابها بمساعدة ابن أخيه ليعيل أسرته المكونة من سبعة أولاد فتوفير كميات معقولة من الخشب يتيح له تدبير معيشته ويرى أن الأشجار أصبحت نادرة الآن بسبب الإقبال الكبير عليها في اليمن المنكوب بالحرب اضطر العمادي إلى قطع الأشجار في محافظة المحويت لتدبير قوت يومه بعد أن قضى الانهيار الاقتصادي على الأشغال التي كان يتنقل في أنحاء البلاد اللي عملي فيها كان من أول نبق أي مكان كان لها صرت مهرب طلب الله صرت صعداء ولا ما بني حشيش ولا صنعة تعيش الحمد لله تحص لك رزق الله وتأكل وتشرب أن تجهلك أهلا ما عبش أهلا اللي اشتغلك يو جلسك أربع يوم خمسة يوم ما يكفك اليوم باك حق المأكل والمشرب إذا تجالس لك عند يالك أنه قع شيء يكلك وشربك وإن ما بش حياء ولا مهتناهم يعني ما صرت عذاب باطل ومع ارتفاع الطلب بشدة على الحطب بسبب أزمات نقص الوقود بدأت تظهر الآن مخاوف من أن تكون الأزمة الإنسانية التي يواجه فيها الملايين المجاعة قد أدت إلى تزايد خطر التصحر بما يهدد البيئة وأي أمل في مصدر رزق لأمثال العمادي في الأجل الطويل شكل ارتفاع أسعار الغاز المنزلي وإنعدامه أحياناً دافعاً لسكان المدن لعودتهم إلى الطريقة التقليدية في استخدام الحطب كوقود للطهي لم يقتصر استخدام الحطب على المواطنين في المنازل فقط بل امتد إلى المخابز والأفران ما سبب زيادة في الطلب على الحطب وتوسع تجارته وشكل ذلك حافزاً لدى الناس نحو قطع الأشجار بشكل كبير وتقدر مساحات الغابات والأحراش في اليمن بمليون ونصف مليون هكتار بينما تتوزع بقية المساحات على أراب صحراوية وصخرية وأراب زراعية في السنة الواحدة أنه 880 ألف سجرة لصنعها وصنعها لأمانة العاصمة وأمانة العاصمة تمثل عجرة في المئة من سكان الجمهور اليمنية أو المساحة وبالتالي لو ضربنا في عجرة أطعام بيكون رقم كبير جداً يعني العرف ما يعادل في الدراسة أخرى لهذا الدراسة أنه 7 طن ونص من الخشب يتم حرقة تم وزنها في الأفران لم تكتفي الحرب في تدمير البلاد التي يعاني نصف سكانها من الجوع ويعتمد 80% منهم على المساعدات الخارجية بل امتدت آثارها على الأراب الزراعية والغطاء النباتي نتيجة أزمات الوقود المتتالية ليصبح المواطن اليمني وبئته ضحايا منسين